في ولاية نيوهامشير تحديدا هي ولاية متأرجحة وكذلك استطلاعات الرأي. فبعضها يظهر تقدما طفيفا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب. بينما يظهر الآخر تقاربا شديدا بين المرشحين حد التعادل. في الولاية قرابة نصف مليون ناخب مسجل. معروف عنهم تاريخيا أنهم من الناخبين المستقلين. فقد برهنوا على ذلك خلال الانتخابات الرئاسية العشر الأخيرة. صوتوا لديمقراطيين مرات وللجمهوريين مرات. لكن استقر تصويتهم خلال السنوات الانتخابات الرئاسية الخمس الأخيرة على الديمقراطيين. هذه الولاية صوتت للديمقراطيين أقصد للجمهوريين في الانتخابات التمهيدية. وهذه المعطيات تجعل منها ولاية هي الآن محط أنظار المرشحين. فالمرشحة هيلاري كلينتون كانت تتقدم بخمس نقاط خلال الأسبوع الماضي. اليوم يجب عليها أو تحاول أن تسترد بعضا من نقاطها. بينما يحاول المرشح الجمهوري الحفاظ على هذا الفارق بينهما. كلينتون تقرر زيارة نيوهامشير اليوم ستكون هنا. كذلك ترامب كان هنا وسيعود لتكون هذه المحطة الأخيرة له قبل العودة إلى نيويورك. الآن التركيز على الناخبين المترددين أو الناخبين النائمين بين قوسين. كل حملة تحاول قدر المستطاع الاتصال بهم بشكل مباشر أو عن طريق الهاتف. شهدناهم وهم يتصلون بالناخبين بكل ناخب. ويطلبون منه هل سيصوت وأين سيصوت. ويحاولون إرشاده لكي لا يضيع صوته في هذه الانتخابات الحاسمة. طبعا تبادل الاتهام ما زال قائما بين المرشحين. كلينتون تقول إنها حملة انتخابية تسمت ربما بالكثير من الفضائح والتنذر والمشاكل للمرشحين. مينا كنت أود أن أسألك. كنت قلت أن استطلاعات الرأي متقاربة. ماذا عن المؤشرات التي عادة ما تؤخذ بعين الاعتبار كالتركيبة السكانية. الديمغرافية وملفات الاقتصاد. هذه الولاية ما هي مطالب أهلها؟ هذه الولاية سكانها أكثر من 90% منهم من البيض. ومن أصل غير أمريكي. وكذلك هناك فئات أقلية أخرى مثل الزنوجة الفارقة والعرب إلى آخره. لكن اهتمامهم ينصب حول الجانب الاقتصادي. تحسين الأوضاع. يعني إيجاد مزيد من فرص العمل. تحسين أوضاع الناخبين بشكل عام. وذلك تحديدا ما يركز عليه المرشحين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون. من خلال عرض برامجهما. وتركيز على الجانب الاقتصادي منها. ومحاولة إعطاء أرقام ومعلومات. تفيد بأنهما كل واحد منهم يقول. إنه هو الأجدر لتسيير هذه البلاد. زينب بنت أربي مراسلة الجزيرة من نيوهامبشير. شكرا جزيلا لك.